اشتركوا في القناة وقية راسخة تضمن استقامة المجتمعات وسيرها على نهج يحقق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة معا كما تبين أن من أعظم هذه المبادئ خطرا في تحقيق سعادة الناس وتوفير أمنهم واستقرارهم مبدأ العدل وما يتطلبه من تطبيق مبدأ المساواة بين الناس المتساوين في الحقوق والواجبات ولكي نفهم فلسفة المساواة في شريعة الإسلام لا مفر لنا من أن نكون على وعي بالخلفية الأخلاقية الرابضة وراء كل تشريع من تشريعات هذا الدين الحنيف سواء منها ما تعلق بجانب العبادات أو جانب المعاملات ولا بأس من الوقوف لحظات في رحاب هذه الخاصة في فلسفة التشريع الإسلامي ليتبين لنا الربط القوي بين الأصل الخلقي من جانب وما ينبني عليه من أحكام وتشريعات من جانب آخر وبحيث يمكن القول بأن أي تشريع من تشريعات هذا الدين الحنيف إنما يستند في منبعه أو في مآله إلى قاعدة أو أخرى من قواعد الأخلاق وأكتفي في مؤونة الاستدلال على هذه الدعوة بقوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقوله صلى الله عليه وسلم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وقوله عليه الصلاة والسلام في شأن الصائم الذي يتحلل من قيود الأخلاق وهو صائم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع ضعامه وشرابه وأصرح من كل ذلك حديث المرأة التي كانت تصوم نهارها وتقوم ليلها إلا أنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها وأن النبي صلوات الله وسلامه عليه حين أخبر بحال هذه المرأة بعد وفاتها لم يزد على أن قال لا خير فيها هي من أهل النار وكذلك المرأة التي كانت تكتفي في عبادتها بأداء مفترض عليها من صلاة وصيام وتصدق ببقايا طعامها إلا أنها كانت تحبس لسانها عن الغيمة والنميمة وذكر الناس بما يكرهون وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بحالها هذا قال هي في الجنة وأحاديث أخرى تدلنا دلالة قاطعة على تجذر البعد الخلقي وراء كل تشريع من تشريعات الإسلام سواء تعلق هذا التشريع بالعبادات أو المعاملات أو غيرهما والأعجب من كل ذلك ما يلاحظ من أن اشتباك البعد الخلقي بالبعد التشريعي في الإسلام لم يتوقف عند حدود المعاملات الإنسانية فقط بل تعداه إلى اشتباك خلقي مماثل فيما يتعلق بمعاملة العجماوات والكائنات الضعيفة فقد صحى أن رجلا غفر الله له ما تقدم من ذنوبه وما تأخر بسبب رحمة حملته على أن يسقي كلبا كاد يموت من شدة العطش وأن امرأة دخلت النار نعم دخلت جهنم بسبب قطة أليفة حبستها حتى ماتت بسبب شدة الجوع والعطش كما صحت أحاديث أخرى لا يتسع المقام لذكرها وكلها تلفت أنظارا متأمل إلى فلسفة هذا الدين الإنساني العظيم في تعظيم قيم الأخلاق وفضائلها وأنها تمثل الأصل الذي ترتبط به تشريعات هذا الدين ارتباط الفروع بالأصول ومعلوم بداهة أنه إذا سبت أصل الأخلاق ثبت ما تفرع عليه من ثواب في العبادات والمعاملات وإذا تآكل أصل الأخلاق أو تلاشى سقطت الفروع وجفت الثمار وقد كان مبدأ المساواة هذا حجر الزاوية في بناء حقوق متعددة التي نالت المرأة منها مثل ما ناله الرجل تماما بتمام فالمرأة في الإسلام شقيقة الرجل والنساء جميعا فيما يقول النبي صلى الله عليه وسلم شقائق الرجال وكل من المرأة والرجل مساوي للآخر في أصل الإنسانية لا فضل لأحد منهما على الآخر في أصله ولا في مولده ويكفي أن نشير إلى بعض مظاهر هذه المساواة التي شرعها القرآن الكريم بين الرجل والمرأة أو بين الزوج والزوجة أو بين الذكر والأنثى شرعة متساوية عادلة فهناك المساواة بين الرجل والمرأة في الخرقة وفي الإنسانية وفي التكريم الإلهي لبني آدم وهناك المساواة في تلقي الخطاب الإلهي وتلقي التكاليف الشرعية والثواب والعقاب والمسؤولية الفردية والحدود والآدام والأخلاق وحقوق أخرى كثيرة نأسى لتآكل بعضها وذهاب بعضها الآخر وتلاش بعض ثالث تحت مطارق سطوة العادات وعنفوان التقاليد وكلها مما ينكره الإسلام ونادت شريعته الغراء بوقفه وقد تبين لنا من شهادات التاريخ القديم والحديث أن شريعة الإسلام هي أول من ينسب لها فضل السبق في تحرير المرأة وأن القرآن الكريم هو أول كتاب إلهي رد إلى المرأة كرامتها ولفت أنظار البشرية إلى دورها المحوري في صناعة المجتمعات وصياغة الرجال وإعداد الشباب كما بيّن للمرأة حقوقها وما يجب لها وما يجب عليها سواء في آيات متفرقة في بعض صور القرآن الكريم أو في آيات مجموعة في صور أخرى سميت باسم صورة النساء أو صورة الطلاق أو صورة التحريم والمتتبع لمنهج القرآن في هذا الشأن يجد أنه بدأ منذ وقت مبكر من العهد المكي باسترداد أهم ما سليبته المرأة من حقوق وهما حق الحياة وحق الوجود الأصيل في قلب الجمعية الإنسانية ثم حق البراءة من رجس الشيطان وانحطاط الحيوان وذلك قبل أن يسترسل القرآن الكريم في العهدين المكي والمدني في استرداد بقية ما سليب منها من حقوق عبر التاريخ وبظلم من المجتمع أو الرجل أو العادات والتقاليد هذا ولم يتوقف إنصاف الإسلام للمرأة عند بيان حقوقها التي ذكرنا بعضا منها وإنما ذهب إلى أبعد من ذلك حين أحاط هذه الحقوق بما يحميها من التغول عليها أو التنقص منها من جانب الرجل أو الأسرة أو المجتمع أو مروج ثقافات العادات والتقاليد أحاط القرآن كل ذلك بأوامر ونواه في آيات ومحكمات تقول وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ دِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهِ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا صدق الله العظيم وشكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة